اشتركوا في القناة الغابة المتحجرة وده الدرس الثاني من دروس المنهج الدرس معه قواعد نحوية بعنوان أدوات الاستفهام وهذا إن شاء الله هيكون في الفيديو منفصل يخص تأسيس القواعد كل الروابط الخاصة بالصف الثالث الابتدائي تجدونها في الوصف أسفل الفيديو مع سلسلة تأسيس نحو الأطفال وسلسلة الاختبارات اللي بنزلها على قناة الثانية جيل المعرفة وأود دعواتكم للاشتراك في القناة ودعمنا بتفعيل الجرس والإعجاب والتعليق على الفيديو وإن شاء الله في نهاية الفيديو فيه واجب الحصة أتركوا الإجابات معها أسماءكم في التعليقات كما أود دعواتكم للانضمام إلى قناة الأستاذ معاذي الهوريجي المختصة بشرح مادة الرياضيات بصورة مبسطة وممتعة ورابط القناة أيضا تحت في صندوق الوصف بالإضافة إلى رابط قناة الثانية جيل المعرفة يلا بنا نذهب إلى الدرس يا ابتال في البداية هنبدأ قراءة الدرس كل مرة واحدة مع عرض الصور وبعد كده هنتناول الدرس بالشرح والتفصيل وبعد الشرح والتفصيل إن شاء الله يكون معنا الأنشطة على الدرس قصة الغابة المتحجرة أخبرتنا المعلمة عن قيام مدرستنا برحلة إلى الغابة المتحجرة فأخذت أفكر ما هذا الإسم العجيب ولماذا نذهب إلى غابة حجرية وهل بها أحجار أم أشجار على شكل أحجار وعندما عدت إلى المنزل وفرغت من واجباتي ذهبت لأنام وأنا أتخيل شكل المكان وغرابته في صباح اليوم التالي استحبتنا المعلمة إلى مكان عجيب يقع في حي القاهرة الجديدة يسمى محمية الغابة المتحجرة وتحتوي هذه المحمية على أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون أخذت المعلمة تشرح لنا أن هذا المكان تكون منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان وأن هذه الأشجار كانت من خشب تحول على مر العصور إلى حجر كما أن هذه المنطقة تعد أثرا نادرا لا مثيل له في العالم من حيث الاتساع ويساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض كما يكشف الكثير من الأسرار عنها بعد أن فرغت المعلمة من حديثها أخذت أتجول بالمكان لأستكشف المزيد من الأخشاب والأحجار كل هذا وأنا لا أستطيع تخيل أن هذه المنطقة كانت ذات يوم غابة حقيقية زاخرة بالأشجار وفكرت في أن أجمع بعض الأحجار الملونة وإحدى قطع الخشب المتحجد لأستكشفها أكثر بمعمل العلوم وأعرضها على أبي فهو من محب الآثار والطبيعة إلا أن المعلمة استوقفتني قائلة يا هاني هذه محمية طبيعية فلم أفهم ما تعنيه وسألتها ماذا تقصدين يا معلمتي ابتسمت المعلمة وقالت لقد تم الإعلان عن أن هذه الغابة محمية طبيعية وهذا معناه أنه يجب علينا أن نحافظ على كل ما بها من الضياع حتى لو كان الغرض من ذلك هو إجراء التجارب والاستكشافات قال هاني أعتذر يا معلمتي فمعك كل الحق علينا الحفاظ عليها فهي كنز تاريخي عظيم عرفنا من خلال قرائتنا للقصة أن بطلنا هو هاني ذهب مع معلمته ومع فصله إلى رحلة إلى مكان يسمى الغابة المتحجرة في حي من أحياء القاهرة اسمه القاهرة الجديدة وجد هناك أشجار وأحجار وعرف أن هذا المكان تكون منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان وأن هذا المكان أيضا يعد أثرا وكنزا تاريخي واحد من الآثار العظيمة الموجودة بمصر ويجب علينا أن نحافظ عليه حتى لو كان الغرض هو إجراء التجارب والاستكشافات تعالوا مع بعض كده ناخد فقرة فقرة هنا يا ابطال هنستخرج المرادف والمضاد والمفرد والجمع مع بعضه وبعد كده هنتناول الفقرة أيضا بالأسئلة أخبرتنا المعلمة عن قيام مدرستنا برحلة إلى الغابة جمع الغابة أي الغابة مفرد تدل على واحد جمعها الغابة اسمها أي الغابة المتحجرة هنبي يقول لنا فأخذت أفكر ما هذا الإسم العجيب كلمة العجيب معناها العجيب معناها أي الغريب ولكن المضاد المألوف يبقى العجيب الغريب والمضاد المألوف هنبي يفكر لماذا نذهب إلى غابة حجرية وبدأ يسأل نفسه هل بها أحجار أم بها أشجار على شكل أحجار لكن الاسم يقول أنها غابة حجرية بقى إذا فأحجار طيب فأحجار ولا الأشجار هنشوف مع بعض كلمة أحجار جمع مفردها إيه مفردها حجر يبقى حجر جمعها أحجار طيب أشجار مفردها شجرة يبقى نقول شجرة جمعها أشجار وعندما عدت عدت مضادها ذهبت إلى المنزل وفرغت من واجباتي فرغت معناها إيه فرغت انتهيت من واجباتي طيب يلا نفكر مع بعض كده في المضاد دي حبيبي فرغت معناها انتهيت والمضاد والمضاد أحسنتم بدأت من واجباتي مفرد ولا جمع واجبات جمع طيب يلا فكر كده معايا واجبات جمع نوع إيه جمع مذكر ولا جمع مؤنث واجبات أخيرها ألف وتاء يبقى إذن هنقول جمع مؤنث يبقى واجب جمعها واجبات يلا نروح للأسئلة سؤال وجواب أول سؤال بيقولك إيه إلى أين كانت الرحلة رحلة هاني مع فصله ومع مدرسته كانت فين أخبرتنا المعلمة عن قيام مدرستنا برحلة هنا إلى 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 اللي بعدها بيأتي مكان إلى الغابة المتحجرة يبقى الرحلة كانت إلى الغابة المتحجرة جميل يا حبيبي فأخذت أفكر ما هذا الاسم العجيب تعالوا سؤال كلا بيقول لنا إيه فيما كان يفكر هاني هاني كان بيفكر في إيه في الاسم العجيب للغابة المتحجرة اسم الغابة المتحجرة العجيب اسم غريب جدا زي ما احنا اتفنوا وقلنا طيب بعدما عاد إلى المنزل بدأ يفكر ويتخيل شكل المكان وغربته إيه لا يحصل تاني تعالوا نشوف مع بعض في صباح اليوم التاني صباح مضادها مساء تمام طيب كلمة التالي التالي مضادها السابق استحبتنا حتى لو إحنا مش عارفين المعنى ممكن نتوقع من خلال الجملة المذكورة فيه إما مثلا ما أقولك كده استحبتنا المعلمة إلى مكان عجيب يقع في حي القاهرة يفكر كده معي استحبتنا معناها تمام رافقتنا إلى مكان عجيب يقع يقع معناها يوجد طبعا يقع فعل نوعه مضارع في حي القاهرة جمع حي أحياء جمع حي أحياء المكان ده يسمى إيه يسمى محمية الغابة المتحجرة محمية مفرد ولا جمع حبيبي محمية مفرد جمعها إيه جمعها محميات المحمية تحتوي هذه المحمية على أشجار كبيرة كلمة تحتوي معناها تشمل تحتوي معناها إيه تشمل تحتوي على إيه ركز معي على شاء لما نروح للأسئلة تحتوي على الأشجار كبيرة إيه كمان نباتات حجرية بعضها ملون نباتات جمع نوعه جمع مؤنث طيب مفرد نباتات يلا فكر كده معي ملايين ملايين جمع مفرده مليون يبقى مليون مفرد والجمع ملايين طيب قبل وجود الإنسان وأن هذه الأشجار كانت من خشب تحول خدنا تحول أبل كده في دروس السابقة تحول معناها تغير على مر العصور بالمكان ده تحول يعني شكله تغير على مر العصور وعلى مر العصور يعني فترة طويلة جدا تحول هذا المكان إلى إيه إلى أحجار العصور جمع مفردها العصر يبقى نكتب كده العصر جمعها العصور كما أن هذه المنطقة تعد أثرا نادرا كلمة نادرا يعني قليلا يعني لا مثيل مثيل معناها شبيه يبقى نادرا قليلا مثيل شبيه لن تجد له يبقى هذه المنطقة تعد أثرا نادرا يعني قليلا جدا ما فيش له مثيل في العالم من حيث إيه من حيث الاتساع متسع جدا ويساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة الحياة مضادها إيه مضادها الموت طيب والقديمة مضادها الحديثة كما يكشف الكثير من الأسرار ما مفرد الأسرار السر يبقى السر مفردها الأسرار يلا بقى نروح كده للأسئلة بسرعة سؤال وجواب السؤال بيقولك أين تقع الغابة المتحجرة يلا بقى تلك ادخل معاه في الفقرة في صباح اليوم التالي استحبتنا المعلمة إلى مكان النجعيجيب يقع في حي القاهرة الجديدة يبقى أين يقع في حي القاهرة الجديدة سؤال كمان بيقول لنا ما محتويات محمية الغابة المتحجرة محتوياتها وكلمة محتوى يعني الحاجات التي تشتمل عليها تحتوي تشمل يلا اكرأ كده معايا تحتوي على أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون نكتب أشجار كبيرة ونباتات حجرية بعضها ملون سؤال كمان متى تكونت الغابة المتحجرة بيقول لنا أخذت المعلمة تشرح لنا أن هذا المكان تكون منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان يبقى متى تكون متى تسأل عن الوقت والزمن تمامي حبيبي هنقول منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان سؤال كمان ما أهمية الغابة المتحجرة مهمة في تعالوا كده نقرأ كما أن هذه المنطقة تعد أثرا نادرا لا مثيل له في العالم من حيث الاتساع يبقى أهميتها أنها أثر من الآثار النادرة القليلة في العالم وأهم ما فيها متسعة جدا يبقى نقول تعد أثرا نادرا لا مثيل له من حيث الاتساع طيب كمان يقول لنا ويساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض يلا خود سؤال كمان ما أهمية الخشب المتحجر للعلماء تمام دراسة وتسجيل الحياة القديمة للأرض يبقى يساعد العلماء في دراسة وتسجيل الحياة القديمة ممتازين يا أبطال نروح لفقرة كمان بعد أن فرغت المعلمة إحنا قلنا فرغت معناها انتهت المعلمة من حديثها يعني كلامها أخذت أتجول معنى أتجول أتنقل أخذت أتجول بالمكان لأستكشف المزيد من الأخشاب والأحجار كل هذا وأنا لا أستطيع تخيل يعني تصور هو مش متخيل ولا متصور إن المنطقة دي كانت في يوم من الأيام غابة حقيقية زاخرة المنطقة مفرد جمعها المناطق طيب حقيقية مضادها إيه حقيقية مضادها خيالية الغابة دي كانت فعلا غابة حقيقية في يوم من الأيام كانت زاخرة يعني إيه زاخرة يلا فاكر كده معيه زاخرة بالأشجار يعني مليئة بالأشجار طيب لو قلت لك عايز المضاد بتاعها زاخرة مضادها فارغة أو خالية هاني فكر أن يجمع بعض الأحجار الملونة وإحدى قطع قطع جمع مفردها قطع يبقى نكتب قطع والجمع قطع يطر له هاني فكر في قطع الخشب المتحجر أو بعض من الخشب المتحجر قال إيه لأستكشفها أكثر بمعمر العلوم وكمان وأعرضها على أبي لأن والده من محب الآثار والطبيعة معمل مفرد جمع معمل معامل جمع معمل معامل إلا أن المعلمة استوقفتني قائلة يا هاني هذه محمية طبيعية أن محمية جمعها محميات وطبيعية مضادها مضادها صناعية فلم أفهم ما تعني وسألتها ماذا تقصدين يا معلمتي يلا بالي الأسئلة سؤال بيقولك لماذا تجول هاني في الغابة المتحجرة يلا بطل كده أقول لي معايا أخذت أتجول بالمكان لإيه لأستكشف المزيد من الأخشاب يبا نكتبها إحنا إحنا إزاي هو بقول على نفسه لأستكشف إحنا نقولها ليستكشف يبا ليستكشف يبا ليستكشف المزيد من الأخشاب والأحجار جميل يا بطال لماذا جمع بعض الأحجار وقطع الخشب جمعهم ليه يلا كده نقرأ بيقول لنا إيه فكرت في أن أجمع بعض الأحجار الملونة وإحدى قطع الخشب ليه يا طرى لأستكشفها أكثر بمعمل العلوم وأعرضها على أبي إحنا نقولها لإزاي ليستكشفها في معمل العلوم ويعرضها على أبي يلا بطل سؤال تاني لماذا استوقفته المعلمة تعالوا نشوف كده إلا أن المعلمة استوقفتني قائلة يا هاني هذه محمية طبيعية يبا استوقفته لي لأنها محمية طبيعية يبا لأن المكان هو محمية طبيعية ابتسمت المعلمة ابتسمت معناها ضحكت بدون صوت لكن المضاد المضاد عبست لقد تم الإعلان جمع الإعلان الإعلانات عن أن هذه الغابة محمية طبيعية يبا بدأت تشرح له يعني محمية طبيعية وهذا معناه أنه يجب علينا أن نحافظ على كل ما بها من الضياع يبا الواجب علينا اهتجال المحمية الطبيعية دي يا أبطال أن نحافظ عليها من الضياع حتى لو كان الغرض يعنيه الغرض الغرض معناه الهدف الغرض الهدف هو إجراء إجراء معناه عمل يبا الغرض الهدف إجراء عمل التجارب مفردها التجربة التجربة التجارب الاستكشافات الاستكشاف يبا الاستكشاف الاستكشافات قال هاني أعتذر يا معلمتي فمعك كل الحق علينا أن نحافظ عليها فهي كنز تاريخي كنز جمعها إيه قنوز الأسئلة سؤال بيقول لنا ماذا يجب علينا تجاه هذه الغابة إيه الواجب علينا تجاه الغابة دي هنعمل معها إيه للسهيل�� يا أبطال أن نحافظ على كل ما بها من الضياع أن نحافظ على كل ما بها من الضياع طيب أخر سؤال بقى معنا لماذا يجب الحفاظ على الغابة ليه هني قال يجب علينا الحفاظ عليها فهي كنز تاريخي عظيم يبا نقول إيه لأنها كنز تاريخي عظيم وبكده يا ابطال نكون انتهينا من شرح الدرس تعالوا نشوف الأنشطة يلا بطل كده معايا سؤال سهل جدا ولزيز وهنعتبره اختبار لنفسك من خلال فهم الدرس الغابة المتحجرة توجد في حي نقط تكونت قبل وجود نقط بها أشجار تحولت إلى نقط أثرا نادرا من حيث نقط يلا نجاو مع بعض الغابة المتحجرة توجد في أحسنت في حي القاهرة الجديدة تكونت قبل وجود الإنسان بها أشجار تحولت إلى إلى أحجار أثرا نادرا من حيث الاتساع نروح لأنشطة بقى نشاط ألف اختر المعنى المناسب للكلمات الملونة مما يلي انتهيت الهدف مليئة شبيهة قليلا تغيرت لها كلمة فرغت نادرا مثيل تحول زاخرة الغرض فرغت من تناول الطعام وغسلت يدي قلت نهايه فرغت انتهيت تمام لا أعتذر عن التمرين إلا نادرا إلا نادرا معناها يلا كده أقول معي بطل قليلا تمام رأيت سيارة لا مثيل لها في الجمال كلمة مثيل قلت نهايه مثيل شبيه تمام تحولت الصحراء إلى جنة خضراء تحولت لما احنا قلنا تحول المكان يعني تغير المكان هنا تحولت الصحراء يبقى تغيرت الصحراء أرض مصر زاخرة بالمعادن كلمة زاخرة معناها معناها مليئة الغرض من العمل نهضة الوطن الغرض الهدف أحسنتم يا حبيبي نشوف نشاط تاني أخبرتنا المعلمة عن قيام مدرستنا برحلة إلى الرحلة كانت فين إلى الغابة المتحجرة تحتوي المحمية على نؤط ونؤط بعضها ملون الغابة تحتوي على إيه تحتوي على أشجار جديدة وكمان ونباتات حجرية أين تقع محمية الغابة المتحجرة لسألنا من شوية مكان وجودها فين كلمة تقع يعني توجد أين توجد محمية الغابة المتحجرة تمام في حي القاهرة الجديدة متى تكون هذا المكان منذ ملايين السنين قبل وجود الإنسان ماذا فعل هاني بعدما فرغت المعلمة من حديثها المعلمة انتهت من الحديث وأعطت للطلبة بعض المعلومات عن الغابة المتحجرة لكن هاني بعدما فرغت عمل ايه تمام أخذ يتجول في المكان ليستكشف المزيد من الأشجار والأحجار يبا تجول في المكان ليستكشف المزيد من الأشجار والأحجار أخيرا ما واجبنا نحو المحمية الطبيعية واجبنا ايه أن نحافظ على كل ما فيها من الضياع أو نقولها الحفاظ على كل ما فيها من الضياع نشاط دال اختر الصواب مما بين القوسين ذهب الطلاب إلى المحمية مع المعلم المعلمة المدير أحسنتم المعلمة هذه المحمية تكونت نؤط وجود الإنسان قبل وجود الإنسان بعد وجود الإنسان مع وجود الإنسان أحسنتم قبل وجود الإنسان هذه المحمية تعد أثرا نادرا لمثيل له في العالم من حيث الاتساع الأشجار الحيوان الاتساع تمام يساعد الخشب المتحجر بها العلماء في دراسة الخشب المتحجر يساعد العلماء في دراسة الجبال الماء الحياة القديمة للأرض أحسنت يا بطل الحياة القديمة للأرض والدهان من محبي الآثار المغامرة القراءة من محبي الآثار تمام نشاط بقولك أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة من القائمة كنز غابة زاخرة الخشب معلمتي يلا قراء نقرأ يساعد نؤت المتحجر العلماء على الدراسة إيه اللي يساعد العلماء على الدراسة كنز ولا غابة ولا زاخرة ولا الخشب ولا معلمتي سهل جدا تمام أحسنت الخشب المتحجر المحمية نؤت تاريخي عظيم كنز تاريخي عظيم قال هاني أعتذر يا يا واضحة جدا معلمتي أحسنت هذه المحمية كانت ذات يوم غابة المكتبة أحسنت يا بطل زاخرة بالكتب النافعة نشاط بقولك ضع علامة صواب أو علامة خطأ اصطحبت المعلمة التلاميذة إلى مكان يقع في الجيزة المكان ده لما رحوا في الرحلة كان موجود في الجيزة أحسنت العبارة خاطئة الأب من محب الآثار والطبيعة العبارة صحيحة تمام يجب علينا الحفاظ وعلى المحمية معقول يجب علينا الحفاظ وعلى المحمية نعم طبعا يبقى الإجابة صحيحة ذهب هاني إلى المحمية في اليوم الرابع من حديث المعلمة لا إحنا قلنا إيه في اليوم التالي بقى إذن العبارة خاطئة آخر النشاط معنا يلا بطل كده أقول لي مضاد سكتت مضاد سكتت فين تمام قالت مضاد سكتت قالت مفرد الإعلانات قلنا إيه الإعلانات جمع مفردها أحسنت الإعلان إسما أحب كده إن إحنا نبدأ في الاستخراجات من بداية الفقرة يعنينا ما تروحش كده على وسط الفقرة وآخر الفقرة وممكن نتوه وما نعرفش لكن لو بدأنا من البداية هيكون الأمر سهل جدا بالنسبة لنا يلا عايز إسم ابتسمت المعلمة المعلمة أولها لفلام يبقى خلاص تمام ناخد المعلمة فعلا مضارعا فعلا مضارع يعني ما زال يحدث لسه بيحصل دلوقت يبقى يجب اسم إشارة عندنا أسماء إشارة للقريب وأسماء إشارة للقريب ابحث يا بطل معي كده تمام اسم إشارة هذه حرف عطف حرف عطف الواو الفاء ثم أو موجود هنا أيه الواو تمام تنوينا يعني كلمة آخرها تنوين تنوين بالفتح تنوين بالضم تنوين بالكسر فيه إيه هنا محمية تنوين بالضم طبيعية تنوين بالضم كلمة بها لام شمسية يبقى هنقرأ يا ابطال وكل لمها تقابلنا هنشوفها دي لم شمسية ولا لم قمرية نقول إيه مثلا الضياع تمام كلمة بها لم قمرية في كتير فيه المعلمة فيه الإعلان فيه الغابة اختر لك أي كلمة من دول أنا اخترت الغابة كلمة أصلها حمية أصلها حمية ده فعل ماضي حمية الكلمة اللي هنا أصلها حمية إيه واضحة جدا كلمة محمية تمام محمية كلمة على وزن الضباع الضباع الضياع الضباع الضياع معنى الهدف في أثناء الشرح يا ابطال قلنا الهدف كان معناها إيه الغرض يبقى الغرض معناه الهدف نصل في النهاية يا ابطال إلى واجب الحصة بيقولك أين تقع الغابة المتحجرة أين تقع الغابة المتحجرة أكمل يوجد بالغابة المتحجرة نؤط ونؤط يعني إيه اللي موجود داخل الغابة المتحجرة وتكونت قبل وجود نؤط اتركوا الإجابات في التعليقات أسفل الفيديو وانتظرونا في نشر المزيد إن شاء الله تعالى لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات علشان يعطيك إشعار على اليوتيوب إن القناة نزلت درس جديد وبنان علي تقدر طبيعنا أولا بأول ولا تنسوا الاشتراك في قناة الأستاذ معزن هريجي وقناة جيل المعرفة إلى أن ألتقي بكم في درس آخر دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة